هذه أبرز العناوين في تقارير نادي ليفربول الإنجليزي يهتم بخدمات نجمة المنتخبة الوطنية المغربية الأقل من 17 سنة لضمع إلى صفوفه في الصيف المقبل ويفاجئ الجمهور المغربية وكيل أغمان نجم ريال مضريد الاسباني إبراهيم ديازة يخرج بقرار نهائي ويكشف حقيقة انضمامه للمنتخبة المغربية الدولي المغربي عبد الكبير أبقر يتعارض ليصابة قوية ويغادر المباراة مرصبا في مواجهة فريقه دي بورتيفو الفيس لناديه ساسونا في تقارير إنجليزية إدارة مانشستر يونيتد الإنجليزي تحسن بقرار رسمية في مستقبل المغربي صوفيانا مرابطة مع الشياطين الحمراء كشف التقارير الصحفية اهتمام نادي ليفربول الإنجليزية بخدمات اللعب المغربي الشاب عبد الحميد إيش بودلالة عميد المنتخب المغربي الأقل من 17 عاما ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فأن إيش بودلالة يحظى بإتمام ومراقبة نادي ليفربول بعد المستويات التي قدمها في نهايات كاس العالم تحت 17 عاما مع إندونسيا ويشار إلى أن إيش بودلالة لعب لأكاديمية محمد السادس لكورة القدم من مواليد سنة 2006 وقدم مستويات كبيرة رفقة أشبال الأطلس ويعتبر عبد الحميد إيش بودلالة قلب دفاع نجح في تسجيل 3 أداف في 10 مباراية دولية مع المنتخب الوطن المغربية تحت 17 سنة خارج وكيل أعمال إبراهيم دياز عن صمته ونفى ما تم ترويج له مؤكدا أن جناح العملاق الإسباني لم يحسن بعض في قراره بخصوص جنسيته الرياضية الدولية ولفت وكل أعمال إبراهيم دياز عمار في تصريح لجريدة لارثون الإسبانية إلى أن إبراهيم دياز لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن ما إذا كان سيلعب لإسبانيا أو المغرب وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم دياز لم يقم بخطوة إعداد أوراق الجنسية المزدوجة لحمل قميس المنتخب المغربي لإجبار المدرب إسبانيا ليويس ديلافوينتي على استدعائه للمباراتين التي سيخوضهما لرخا لدى أولمبياكو يوم الثاني والعشرون مارس والبرازيل في السادس والعشرون من شريطتها كما أن إبراهيم دياز يعي جيدا أن اللعب أصحاب الجنسي المزدوجة لمنتخب الإسباني لا يخضع لمنطق الإبتزاز الأمر الذي أكده ديلافوينتي في تصريحات سابقة عند مقال من يريد أن يأتي إلى منتخب الإسباني علي أن يأتي بقناعة تامة ومطلقة والإبتزاز لا يستحق كل هذا العناء إذ لم تستدعيني سأذهب إلى منتخب آخر وأبرزت صحيفة لارثون أن كلمات الناخبة الإسباني لم تكن بأي حال من الأحوال رسالة لإبراهيم دياز ولكن إلى لعب كولة القدم الذي هم في وضعية مماثلة إذا طر الدولي المغربي عبد الكبير عبقار مدافع نادي ديبورتيفو الفيس مغادرت أرضية الميدانة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي أوصص هنا لحساب الجولة السابعة والعشون من الدول الإسبانية وتعارض اللعب المغربي لإصابتنا حالت دون إكماله باقي دقائق المباراة ليخرج في حدود الدقيقة الرابعة والعشون من عمر اللقاء الشوطى الأولى ومن المنتظر أن يخضع اللعب المغربي لفحوصات لازمة للكشف عن نوعية الإصابة التي تعرض لها والمدة المحددة للاستشفائها وخسر نادي ديبورتيفو الفيس الإسبانية بهدف مقابل لا شيء ضد نادي أوصص هنا في المباراة التي جرت أطواره على أرضية الملعب صدر أفادت التقارير الصحفية أن الدولي المغربي صفيان أمرابط لاعب نادي مونشيستر يونيتد الإنجليزية أضحى قريبا من العودة إلى صفوف نادي فيورونتينا الإيطالية وحسب موقع فوتبال إيطاليا فإن أمرابط يقترب من العودة إلى نادي فيورونتينا في دلعظم رغبة نادي اليونيتد في تفعيل خيار شراء عقد اللعب نظرا لتراجع المستوى الكبير وخصوصا بعض الأداء الذي قدمه في مباراة أمسي أمام مونشيستر سيتي إذ كان سببا في الهدف الثالث للفارق الخصم وكان العاب المتخب المغربي قد انضم إلى نادي مونشيستر يونيتد في شتن بيرالمهاضي على سبيع الإعارة في موسم واحد من نادي فيورونتينا حتى يونيو 2024 مع خيار الشراء وعشر الموقع لإيطالي إلى نادي فيورونتينا سيوجه مع ضلاء في حالة عودة امرابط حيث يتعين عليه العطور عن نادي آخر له في الميركات الصيفي علما أن الوقت الذي قضاه في يونيتد أدى إلى تراجع قيمته التسويقية وأدائه بشكل كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة